السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحبي ومتابعي عاد الفتح في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال الحمد لله اتشافيت تماما 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 وبقى بخالط وبفضل دعواتكم لي في الفترة الماضية مليون شكر بقى وتحية ووداعا لهذا الكوفيد 19 أو الجائحة النهاردة احنا عايزين نخش على طول في الموضوع احنا أمام كوارث أو حاجات بتتم تداولها على برنامج اليوتيوب خطيرة جدا جدا تمس الدولة المصرية وتمس سيادة الدولة المصرية وهنا لابد أن كما قلت من قبل تسقط دولة صدفة وتحية مصر فاليوم بنقول تسقط دولة مونير وتحية مصر مصر إذا كان مونير دولة داخل الدولة فهذا لابد أن الدولة المصرية تكشر عن أنيابها أمام هؤلاء ومنهم الأستاذ مونير اللي هو صاحب صالون الحلقة أو مونير الجن أو كما أدوه عطوه ألقاب كثيرة جدا وخايفين يبقى أن مونير ده أيكونة ليه المصريين اسمه المخلصاتي يعني اللي هو بيقولك بيقوله دلوقتي اسمه اللي يفوت في الحديد يعني اللي يفوت في الحديد مش عارفين لابد من الأجهزة الدولة وخاصة الأجهزة السيادية أن تتحرك بسرعة وتعرف ماذا حدث لأن الموضوع بقى على العام حتى الفلوس اللي اندفعت بقت على العام يعني ما فيش حد بيدرح حاجة المهم إذا كان في مصر فيه قضية كبرى وهي قضية الأثار المتهم فيها أكبر رجل أعمال في مصر من أحد رجال الأعمال الدكتور حسن راتب والنائب السابق عدو مجلس النواب علاء حسنين فنحن لا أحد فوق القانون في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا أحد فوق القانون إذا كان وزراء النهاردة إذا كانت مصر حكمة رؤسة الدولة دولة الرئيس السابق محمد حسن المبارك ومحمد مرسي تم محاكماتهم إيه اللي بيحصل؟ علناً كده خلاص ما عادش فيه أي حاجة؟ طب إيه اللي حصل يا عم عادل؟ أنا مش اللوز بقى اللي واجعاني أنا المرارة أنا حاسس إن أنا ده جسم كله أنا جسم أنا صحيت من كورونا بس ممكن أتصف حاجات تانية أخطر من كورونا واعملوا معروف ودعواتكم لكل الناس تعالوا نقولوا نقروا ما حدث في البس المباشر وأنا مش عارف أخرتها إيه أخرت اللي بيحصل ده إيه وهذا التصعيد الكبير جداً اتهام كبير جداً من محمد أخو مدام صدفة لهشام اتهام قاصي جداً حاجة صعبة جداً إنه هو اللي بيحرد اللي هو بيحرك اللي هو وراء منير إنه هو العقل المدبر وده شيء حتى لو واحد في المليون لا يجب إنه هو كان يقال في هذه الظروف القاصية التي يعاني منها الأستاذ هشام بتولي من ظروف من ظروف مرضية صعبة جداً ما ينفعش كده يا أستاذ محمد راجل أكل وشرب وأعد في بيتكم إنه أنت تتهبه النهاردة هو المحرد وهو لا حول ولا قوة إلا بالله فهو الآن طريح الفراش والحؤنة الوحدة لو تعرف يعني إيه إزابة الجلطة وخاصة جلطات المخ تعرف والأسف ممكن تصيب أثر كبير فأنا بأطلب برضه من محبي ومتابعي عادي الفتح في كل مكان أن يتضرعوا إلى الله ويدعوا للأستاذ هشام بتولي بإن ربنا يقومه بالسلامة لبنتينه والزوجته والأهله والمحبيه والمريديه تختلف تتفق أنا بقولت لكم بقالي سنة هشام كان من أجرب الناس ليه وأحب الناس ليه وهو يعقل وما زال الحب موجود أنا بالنسبة لي ما فيش أي انقطاع صلى ولكن في خلاف بينه وبينه ولا فيه سلام عليكم ولا فيه متشكرين علشان خاطر مدام صدفة لما قمت عليها بالفيديو الشهين بتاع تسقط دولة صدفة وتحيا مصر زعل مني قوي وخد مني جانب كبير جدا وأنا مقدر ما زعلتش منه مقدر لأن الراجل داي كان بيدافع عنهم عن هذه العائلة من أول الحجة فاطمة ومحمد ومدام صدفة وياسمين وسعاد والضن بيدافع عنهم دفاع مستميد مستميد وكان بيعتبر نفسه واحد منهم أجل النهاردة ألاقي فيه مكالمة وألاقي مدام صدفة وطلع بتواجه مونير وقالت له ما فيش حاجة إيه إيه إفل يا محمد طلعلي على طول الفيوزات الفيوزات طلع إحنا عندنا هارد هارد يعني عليه 397 ساعة وقالت أنا علمني اليوتيوب إن أنا سجل فإذا كل ما انت عامل مع مدام صدفة فهو مسجل ومخطوب فالمهم ما تزعقش يا عم عاد اللي بتتفهمنا براحه علشان فيه ناس ما بتفهمش من صوتك العالي حاطر حاطر فمدام صدفة قالت إن أنا عندي سمع يا عم أفتح فسمعنا صوت اللي هو مونير الجن أو مونير المخلصاتي أو مونير زي ما تسموه بقى إن هو بيقول لها بتقوله أنت خدت 7 ونص قال لها بتوع إيه مش عارف إيه يعني هو فيه خلاف وخدت 500 مني جدعنة وقلت لك 2000 جني بقى شاشة طب كل ده منين يا جماعة الجاد عارب بقى شاشة يا الفلوسي بتيجي بديه وإحنا يا ولداء الناس مش لقي اللضة وقالت له إن هو قال لا أنا وصلني مش عارف إيه تمانية وقالت له صاحب البورج كل ده ليه كان ليه طب قلت فلوسي خدتها ليه وهل ده بس اللي احنا شايفينه اللي هو الشخص اللي تكلم اللي هو مونير علشان نسبة المشاهدة شيء قاسي جدا 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 فطلع قالت هي في الندد بقى الفلوس قالت سبعة ونص عطتهم له نقدا عدا ومعايا التسجيل بتاعك معايا التسجيل بتاعك يا مونير فضلت توجه له يعني فيه كلام قدين واضحة وخمسمة جني مواصلات خمسمة جني ليه مواصلات بركب أوبر على طول يعني يعني ده حي الشعب اتفقية تكتك ويوصل يعني ما علينا ويه 2000 جني حدهم له بقى شاشة البقى شاشة 2000 جني ليه ليه لمونير ده نباس مش لاقي الله ده يا جماعة والله ما حد لاقي ما حد لاقي فكت العشرة جني المهم في قالت انا جيت هشوف الفلوس كان عليها مش عارف ايه المهم حبت ايه تقارتص 1000 جني يعني تخفه فقالت له خد 1000 يعني يعني نوفره نديه لأي حد تاني كده ولا بتاع على جنب ولا جنب عبود ولا حاجة خد 1000 جني ما تقلت لقي بقى كله على طول ما انا مش عارف بقى احنا فيه دولة مونير دي ما ادي انا على فيه فقالت انا كنت نبحى عجلي وجايباية طب انت يا مادام الصدفة عجلي بتلاتين الف يعني هتيجي على الالف يجيني بتاع مونير هو لازم يطلع ويتكلم وينفجر انت ما تعرفيش الالف اللي تقص منه ده يمثل لمونير ايه ده يمثل حياته يا جباحة الخير المهم بعد بقى طبعا الارقاب القديمة اللي احنا عرفناها قاموس من اللي هو المجرجر والمديل الدين والحاجات اللي انتو عارفينها والف لام اسمه ايه الف لام صدره ميم والحاجات دي طالع لقب جديد اسمه ايه كلب البحر يعني ده مش تنمر ده سب وقصف لما اصف رجل او شاب في مقتبل عمره فيه علامة صلاة في جبهته انه هو كلب البحر ما علينا يا عم الحاج عشان ما يقولوش ايه عدن فتحي بيسخن ف للأسف الشديد اتنقلت بينا لمكان تاني احنا في اتجاه وبدأت التسريبات تطلع وانا متأكد وعارف ان احنا في خلال الاسبوع اللي جاي هتطلع تسريبات تشيب لها الرؤوس زي ما بيقولوا لقيتها رحيت في مكان تاني خالص وقالت وزوجي حسن اللي هينور بيته هينور بيته مرة اخرى لا يا كمحت الخيان الموضوع انه احنا ضد رجوع زكا احنا مش ضد رجوع زكا ولكن هم اللي شاتونا والمش عارف يوم الخميس طيب استرونوا علينا يوم الحاج احنا رايحين من الشيخة الاسر احنا جايين من الشيخة الاسر ده فيه محكمة الاسرة لازم نقعد ايه 50% و50% طيب لما 50% و50% يعني ايه اكدك ان زوجك اللي هينور بيته مرة اخرى انت بتقولي اتمنى اتمنى ان زوجي ينور بيته مش تأكد لان لسه مشيخة الاصهر ما قالتش ولا لسه احنا مش عارفين الموضوع حيبقى على فيه المشكلة بقى ان طبعا اصحاب القرء القرع يسكتون المشكلة ان محمد ده قرع زي حالاتي يعني انا برضو عندي قرع برضو بس خفيفة بزي بتاعتها محمد الاستاذ محمد القرع بتاعته عاملة زي الطريق الصحراوي زمان في التمانينات والسبعينات انما ان القرع بتاعتي ممكن تبقى زي الطريق الصحراوي ايه الان انما محمد مفيش تحس كده يعني كلها قرع اللي يقول بيتنمر يعني لقيت الستاذ محمد بيقول له ايه هو طبعا من حق الستاذ محمد يزعل علاخته من حق الستاذ محمد اي كلمة تسي لاخته ينفعل عليها وخاصة ان هو توقم والتوقم ده متحاب يعني يعني محمد ممكن اي كلمة تتقال لصدفة هو جسمه ما يدرش لان ده اسمه التوقم يعني اللي هو المتحاب اللي زي حسام حسن وإبراهيم حسن فالكلمة صعبة هي بيقولها بيت طبعا لا احد يقبل على اخته ان يتعلها بيت طيب قول له بيت لما تبتك كان يكفي فراح محمد بزودها قال له بيت لما تبتك على ارعد ستك طب يا محمد يعني اصحاب القرع لا يتحدثون في القرع ماشي لان لا تعيرني ولا عيرك الهم طيلني وطيلك وانا برضو ما ينفعش طبعا ده مش تنمر طبعا على اي حد ولكن هو اسلوب للضحك يعني كل التحية وكل الاحترام ولكن كل في مجمل هذا البس الخطير ليس مونير مونير ما كانش المقصود مونير سبعة ونص ثمانية عشرة مونير بيقلب يعيشه يا جماعة مونير ما عندوش مانع يبعلك عمود نور قايت في الكهربا وانت ماشي بيقولك تعالى انا طلعك مش عارف ايه اه بالنسبة ليه التفويم بتاع السيارة علشان ناس كتير جدا التفويم بتاع السيارة ده ما بيفومش السيارات بتاعته غير مثلا ايه رجال الاعمال الكبار قوي مستشارين زباط اجهزة سيادية حاجات ليه لان ده بيبقى الزجاج بيتحطله بيتغير بيبقى فبيه معتب يعني انت ما تشوفش اي حد ممكن يبقى واحدة ممثلة واحدة فنانة لاعب كرة مشهور مو صلاح او محمد صلاحيان عشان لست بتزع من مو صلاح ما تشوفش فهي طبعا مونير بقى ايه ما فاضلش غير التفويم يعني بيفوم يعني بيفيش الهوامش او ندفش اللي فشله فيه فيلم انا اللي قلنا عليه فيلم العار اللي هو بتاع الصفايح لما قال له المخدرات رحت في الملاحة لانه خزنوا المخدرات في مية ملحة عكس ما كان بيحطها الرجل الكبير في المية الحلوة فهنا للأسف للأسف انا بقول للأسف الشديد دخل بقى عملية التفويم انه لازم ياخد رخصة العربية علشان يزبط التفويم على الرخصة بحيث لما تقف في لجنة ولا حاجة هيقول له وقف لان العربية متفومة ما هوش عارف مين اللي جوه وقف هيقف هتقول له مثلا الصدفة فهيشوفها كده أولاد تفضلي يا فانتب لانها مزبوطة على الرخصة يا رب نفوموا كلنا انا هفوم على فكري يا مونير لو لك سكة في التفويم انا عايز افوم فده يا جماعة الخير اندل على شيء يدل على ان فيه شيء خطر كبير جدا جدا بنمر به الان في كل شيء هل اصبح مونير ملك التفويم وملك الدفش اللي في شله وملك الترخصات وفتح المطاعم والاغلاق والتشميع الاحمر مين مونير ده انا عايز اسأل مين مونير الجن او مونير العفريد او الأستاذ مونير صاحب صالون الحلاقة مين مونير يا جماعة وفيه كام واحد من مونير داخل مصر مخلصتية انا مش عارف رد علي وكم دفعت الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر